ناس كثير جدا بتصحى حاسة ان هي ما عندهاش اي طاقة بتصحى تعبانة ومرهقة مش حالفة تبتدي يومها اللي هو لسه اصلا ما بتداش فبتلجأ على طول انها تفكر في حاجة تعزز طاقة وتتجه بقى اتجاه مشروبات الطاقة مشروبات ومنتجات بيلجأ لها ناس عشان تقدر فعلا تحس انها عندها طاقة وتحس انها مركزة ويمكن ده علشان فيها كافيين مرتفع لكن هل ده ممكن يسبب في اثار صحية ضارة؟ هل ده ممكن فعلا يأثر على معدل ضربات القلب او يزود ضغط الدم؟ ده دراسات كتير اثبتته ووسط انها نستبدل مشروبات الطاقة دي بمشروبات صحية حقيقة من مشروبات الطاقة يا رب يكون ده فيه فعلا بدائل صحية بدل مشروبات الطاقة اللي هي انتشر بشكل كبير جدا ما بين الشباب احنا ملاحظين الفترة اللي فات الشباب كتير جدا بيشرب بمشروبات الطاقة دي زي ما بقولوا كده عمال على بطال وكأنها يعني زي العصاير كده او المشروبات الغازية لها اضرار كبيرة جدا على الصحة هل في بدائل صحية امنة احسن منها او لأ هنعرف تفاصيل اكتر مع دكتور مروى نوح استشاري التغذية العلاجية اللي منورانا ومشرفانا في صباح الخير يا مصر اهن بك فا منورانا اخباركو ايه كله زي الفول فايقين ولا عايزين طاقة عايزين مشروبات طاقة صحي مستعى خمسة الفجرف عايزين مشروبات طاقة مشروبات الطاقة لين تشهر اتقوي كده بين الشباب موضة موضة بس عايزة اقول انها ابتدت في امريكا سنة 49 على فكرة من زمان جدا وفي يوروب في 87 بس ابتدت من 97 في امريكا شركة مشهورة جدا يمكن اشهر شركة احنا عارفنا ابتدت تعمل بروموشن او العناق قوية جدا فابتدت يبقى ترند او موضة فهي موضة مش اكتر هي في الاخر هي عبارة عن كافين مركز بس الكافين يمكن تسألني زي القهوة ولا لا القهوة لها فوائد تانية مضادات اكسادة وفوائد تانية كتير لكن المشروبات الطاقة بتختلف فممكن نسبة الكافين يبقى كتير فيها جدا فد الأولاد يشربها كتير لأنها عصير يعني زي عصير او حاجة لعبة فبيشربوها كتير جدا فيها حاجات تانية موجودة ما بتبقاش كافين بس يبقى فيها نسبة سكر عالية جدا زي السكرة comenzلاً من 7 إلى 10 معالق سكر في الكعن حتى ملي طبيعة تدي طاقة لا ملي بتدي طاقة الكافين مع السكر وهارة جають وهي حاجات تانية محولة زي فيتامين بي فيتامين بي محولة حاجات اللي بتولد طاقة فيها حاجات زي تورين شوية أحمد أمنية بسيطة فيها حاجة اسمها جورانا جورانا دي حاجة كده عشب بيدي كافين تاني مرودي بدايل والذي حاجات موجودة في الطاقة حاجات موجودة في الانرجي درينك الكمبينيشن دي الجانسينج الكيراتين ففيها حاجات كتيرة بتاعة مجموعة حاجات معينة بتولد طاقة فالولاد الفكرة انهم اخدينها ترندو على فكرة تلتين اللي بيستخدموها في العالم من التيناجرز عشان تبقوا عارفين فهي تلع موضة أكتر بس لها قضرار كتيرة جدا زي ما انت قلت ويمكن الجامعية الأمريكية للأطفال حذرت من استخدامها للتيناجرز لغاية سن 17-18 سنة أصلا هتلاقوا أغلب اللي بيستخدمها أنا متكلم في مصر كمان الوقت السن ده بالزات اللي هم ممنوع ان هم يستخدموها لذا بتأثر جدا على القلب زي ما قلنا على الضغط على ضربات القلب على كمان الوراد تخدها عشان تفوق وعشان طاقة هي اكتري بتهايبارهم بالزات ما بياخدوها زيادة يعني عملوا ساديز وعملوا حاجات لقوا ان العيل بتبقى أجراسف جدا ممكن يبقوا عصبيين جدا مبيناموش كويس بتأثر على الميتابوليزم يعني ما هم مش حيناموا كويس فجسمهم حي... الميتابوليزم اللي هيأثر عليه السكر هي نسبة سكر عالية جدا بتاخديها طبعا بتزود ضربات القلب بتعمل شوية ديها بالزات الولاد الرياضيين ممكن تعملهم جفاف يعني بالزبط رغم ان هي كانت معمولة عشان يدوه طاقة قبل التمرين وقتناك بس طبعا ان الكافين بيعمل اضرار للبول شوية ممكن يقلل السوديوم شوية مع الحر اللي احنا فيه ممكن يحصل ديهايدريشن فيأثر على القلب ويأثر على البرفورمانس أو أداء الرياضي أحسن ما يزوده زي ما هم فاهمين عايزين نقول في الآخر اللي اعتدالي يعني هم لو نفسوهم فيه هو زي ما حنا قلنا الكافين موجود لا ما تقوليش كده تقوليش لو نفسوهم فيه يخدوه هو المفروض ان هو ما يستخدموش لغاية 17-18 أصلا اوكي اتكلم عن العادي الاعتدال مطلوب يعني ما يبقاش زي ما كنا بنتكلم ان هم طول ما هم ماشيين بيجبوه دار الريجلور كل يوم طب الاعتدال يا مروع ازاي يعني مسموح لو نقدر نقول كده بشكل آمن اتناول مشروب الطاقة قد ايه مثلا في الاسبوع لو انا عليا انا مش عايزها خالص تمام بالذات لغاية التينيجرز كلهم ممنوع تماما تينيجرز لهم غاية 20 سنة لغاية 18 سنة لا لان كمان انت ممكن حد بياخده يبقى فيه هستري في العيلة لأمراض قلبه فقلبه يبقى معرض اكتر فيتأثر اكتر لانه لا ان ما بيخشوا ناس كثيرة جدا بتخش الرعاية او بتخش المستشفى نتيجة مشروبات الطاقة على فكرة فلا ان بيبقاله رسم قلب بعد ما بياخده مشروبات الطاقة رسم القلب بيبقى متغير فهو عليه فيه تأثير قوي غير القهوة خالص تب دال بياخدها بشكل يومي مثلا او في اليوم اكتر من مرة تب المسموح مثلا لو انا اتعود او حد اتعود انه يشرب مشروبات الطاقة مرة في الاسبوع مرة في الاسبوع مرة في الاسبوع فاقية جدا عشان اتجنب اضرار لان كل برضو الستادس بتقول مع استخدامها اليومي يعني حتى لو كان واحد في الاسبوع مع استخدامها اليومي كل المشاكل بتحصل مشاكل في الكلى مشاكل على فكرة ممكن تجيب كمان جلطات في المخ وتشنجات ده عشان ايه عشان رافع ضغط الدم رافع ضغط الدم وكمية الكافين وكنسنتريتك جدا مع مواد تانية نقولت بقى فيها كافين مع السكر مع المواد التانية اللي محدوطة يعني مش كافين بس القهوة كافين بس كمان فياش حاجات تانية معها مضادات اكساد فاستخدامها يوميا هو اللي بيعمل مشاكل لكن زي ما بقول الولاد عشان برضو ايه ضربوها مرة خلاص لكن مش كل يوم وبعدين نسبة الكافين بتختلف من نوع لنوع طب هما مش هيبقوا فاهمين فيه انواع الكافين معقول اك انها فنجان قهوة وفيه الدبل فاك انها فنجانين قهوة ونسبة الكافين للتيناجرز او للاطفال اصلا مفروضة بقى أقل مننا مش معقولة هتبقي معنا ومش هسألك عن الوزن ده ممكن يؤثر على وزن الولاد او على وزننا احنا كمان طبعا لان كمان الكافين الكتير بيزود من مقاومة الانسولين والسكر كمان حركوتي فيها زي سبع معلق سكر والكافين في حد زيته حتى لو من غير سكر عشان بس نبقى عارفين بيزود من مقاومة الانسولين حتى احنا في القهوة كتير اللي انا ممكن تزود محيط الخسر وتزود تعمل مقاومة انسولين رغم ان الكافين مفروض انه بيزود الحر لو اتخد بنسب معقول بس كتير منه ممكن يعمل مقاومة انسولين غير السكر اللي قنيه فأضرار من كل حت أضرار على الكلا ولقوا برضو حتى اللي في سننا الناس العادي اللي هم مش تينيجرز بيستخدموها يوميا لقوا ان مثلا موظيف الكلا ارتفعت يعني حصل تأثير على الكلا فهي ليها أضرار كتيرة جدا جدا لازم ناخد بالنا منها من الأضرار برضو الكتير او الشائعة وكذا حد من اصحابي فكرة ضربات القلب يعني هو بيشربها ممكن كل يوم من طبيعة شغله بتتطلب انه يسر كتير فبيحس بيقولي لما برجع البيت ونام احس بزي خفقان كده او ضربات قلبي زي ما قلنا كمية الكافين الموجودة وبدين الناس ما بتاخدش الكافين من الانجو درينكس بس يعني لازم حتى التينيجرز او الناس اللي بتشتغل ممكن يكونوا بيأكلوا شوكولاتة شوكولاتة فيها كافين ممكن يكونوا بيشربوا شاي في كافين ممكن يكونوا بيشربوا مية غزية فيها كافين وبيشربوا مشروبات طاقة فكمية كافين مرعبة عليهم واوحشهم في مشروبات الطاقة لانها فعلا بتزود ضربات القلب بتزود ضغط الدم بتأثر على الاوعية الدموية اللي في القلب بتأثر بعد كده احنا بناخدها عشان زي ما قلنا تفوقنا وكده بتأثر بتعمل اكتر او انجزايت اللي هي توطر اكتر عصبية اكتر قلة نوم اكتر فقلة النوم تزود القصد دي فأضرارها كتير ما نرجع للحاجات الطبيعية جماعة اللي عندنا يعني احنا ليه بنروح للحاجات على طول المصنعة المقفولة في حاجة اللي انا مش عارفة جواها ايه ما ناخد طبيعي كباية الشاي بلبن بتاعت الصبح كباية الشاي الطبيعية كباية الشاي الأخضر القهوة التركية انا بالنسبالي دي اكتر حاجة طبيعية البن المطحون قدامنا ده وناخد نسبة كافين معقولة في اليوم ناخد فوايده لان الكافين له فوايد زي التركيز وانحنا نفوق ليه تمالي بنالجأ للتراندس وليه الحاجات اللي محطوطة مش عارفين مكوناتها يعني انا ما قلتلكم انتو بالنسبالكو مشروبات الطاقة برا عن كافين بس هي مش كافين بس هي كافين وحاجات تانية مقفولة في كأن انا مش عارف فيها ايه فيها نسبة سوزيم عالية فيها نسبة سكر عالية طب ما نروح للحادات الطبيعية ونستخدمها وناخد نفس الفوايد اللي احنا عايزانها طيب كثير من الرياضيين بفكروا في انها ممكن تكون البديل الاقمن والاسلم للمنشطات ان هم بياخدوها قبل تمرين او قبل بطولة انها تحت الامبريلا بتاعت المنشطات ولكن هي مسموح بيها وما بتعملش مشاكل في تحليلات هل ده ممكن يجيب نتيجة عكسية؟ طبعا هي وزي ما قلتلكم في اول الحلقة ان احنا هي تعملت لكده هي كانت معمولة عشان تزود البرفورمانس او الاداء الرياضي بس ده ما قلت احنا ممكن تأثر سلبي بقى انها ممكن تزودة ما بتستخدم بس المرأة على لونجران ولا في استخدامها فوقتها ما هو لما بتستخدم كل يوم او لو اخد مرة هيبقى خلاص لكن لو هي ده بقى روتين كل يوم قبل التمرين لا انا ممكن اعمل حاجات كتيرة جدا تفوقني وتديني طاقة في التمرين ممكن يبقى فيها كافيم برضو زي شاط القهوة مثلا لو حطيت شط قهوة طبيعي مع لبن وخد قبل التمرين تعمل نفس الإفاكت لو خدت فيتامين بي زي اللي موجود خدت في صورة فيتامين بي من الحاجات اللي ما بتتخزنش في الجسف امن في منه راس تحت اللسان او كده فيتامين بي كامبلكسي ولد طاقة لو كانت كويس بقى بعد كل ده كل ده حيولد طاقة كويسة جدا لو خدت زي ما بنسميه الـ سناك او الاكل المفروض اخده يولد لي طاقة قبل التمرين بنص ساعة كل ده حيزود من الأداء الرياضي لكن حاجة لزي منشطات او لزي حاجات الشبه المنشطات بس مش منشطات كل ده مستحيل زي ما قلنا الدربات القلب بتتأثر اداء القلب بيتأثر ضغط الدمي بتأثر ولو فيه في العيلة او تاريخ مرضي بأمراض القلب ممكن جدا عش كده بيحصل مشاكله بنسمع كوارث ممكن الشاب او الشابة يقوش عارفين واخدين بالهم فهم عرضة اكتر للتأثير من صاحبهم او صاحبتهم اللي استخدموها تاني حاجة زي ما قلت في الحر بالذات للناس اللي بتلعب رياضة في الحاجات المفتوحة هي بتقلل من السوديوم في الدم فبتعمل زي خلل في البلوت فوليوم فممكن جدا تأثر على الأداء الرياضي وعلى القلب وعلى الضغط فهي مش مطلوبة خالص مش برجحها خالص عشان تزود من الأداء الرياضي لان عندنا مئة حاجة ممكن تحسن من الأداء الرياضي غير مشروبات الطاقة البدائل زي ما حركت قلت مهمة جدا وافضل بديل للأهوة بس الجيل الجديد او الشباب بيحب يشرب أهوة بيحب اكتر زي ما حركت قلت من شوية فكرة الترند وهم طبعا بعملوا ماركتنج او تسويق طبعا المنتجات بشكل يجذب اكتر المراهقين طب انا اضبط المسألة دي ازاي مع ولادي او لقيت حد بيبتدي يعني يتناول مشروبات الطاقة واني اخلي لا ما يكملش في موضوع مشروبات الطاقة طيب بص الموضوع ده طبعا موضوع يعني عام وفي كل الدنيا هو لازم الوعي ثم الوعي ثم الوعي الوعي من البيت اول حاجة ولازم الاقناع لولادنا نوريهم فيديوز نقريهم الولاد دي مثقفة جدا ومفتوحة على العالم اكتر مننا نوريهم حصل مشاكل صحية ازاي؟ الولاد بتخاف مش لازم يحصل لصاحبهم او صاحبتهم اللي جنبهم دي حاجة مهمة او دي مهمة جدا فلو اعرفوا الجيل ده ذاكي برضو هم صحيح ماشيين ورا الموضوع بس ذاكي جدا لو اعرفوا الاضرار وشافوا الناس اللي راحت المستشفيات الناس اللي توفد بسبب مشروبات الطاقة يمكن سموا عن كده وقاروا اضرارها بجد هيخافوا يشربوها فمفيش اي حاجة ان احنا نقدر نمسك ولادنا فيها غير الوعي والوعي بقى شامل يعني وعي المدرسة وعي النادي وعي الامهات مع بعض وعي الولاد مع بعض كل وعي التلفزيون ان هو يوصل الرسالة دي فهو الوعي والكلام الكتير وتوضيح الاضرار اكتر من الفوائد لان هما بياخدوا عليه لان فوائد بيقولوا البعض لو الاضرار اتقرت البعض هيبعدوا عنها سواء مشروبات الطاقة سواء المياه الغازية اه طبعا سواء زي ما كنا بمتكلم في حلقات كتير اتكلمنا فيها الجنك فود والاكل الغلط والاكل المحمر مش كده الامراض كترت جدا يا نماعي يعني عندنا الولاد بيجونا بامراض وفي سن صغيرة كانان في سن صغير جدا كناش منسمع عنها خالص فالوعي ثم الوعي ثم الوعي للبيت ده على السكيل الصغير للمدرسة للتلفزيونات الوعي بينزل لولادنا بيتعلموه فانفيش حل او سبيل غير كده طيب يعني خلينا اخد منك تصريح تحت 18 سنة مش مصموح لهم ابدا بمشروبات الطاقة فوق 18 سنة ممكن ياخد مرة في الاسبوع والسن اللي مسموح له برضو يمكن كبار السن يعني الناس اللي عندها مشاكل صحية مزمنة زي امراض القلب امراض الكلة امراض الضغط كل الحاجات دي مش مطلوب منهم يستخدمها خالص ولا مرة ولا مرة او انا مش فاهمة يعني احنا لو فكرنا مرة ليه يا ليه ليه المفروض نستخدمها يعني عمري مشروبتها مثلا ليه المفروض الشرب يعني لو فكرنا ليه فكرة تخلينا ركز اكتر حد مثلا عنده شغل او شفت معين طبيعة شغله تخليه يعني يطبق ساعات او يشتغل ساعات اخوال طيب ناخد كباية شاي على فكر يعني كباية شاي بتاعتنا الجميلة دي بالنعنيعة يعني ايه مشكلتها يعني ليس ابناها وعملين يدور على بدايل غير صحية مؤذية انا من رأيي التصريح بتاعي احنا مش لازم نشربة كلنا خالف يعني هي مش حاجة مهمة جدا في حياتنا ولا حاجة لها اي فوائد كباية الشاي كباية القهوة التركي بتاعتنا الطبيعية المظبوطة ناخد فوائدة ونبعد عن اي حاجة مصنعة مش عارفين مكوناتها اي اكيد مروة دكتورة مروة نوح استشاري تغذاء العجاب ننبسط لما تكوني موجودة معنا نورانا ونشرفانا رسي جدا شرفتين ونورتين شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم